إذن احذروا أشد الحذر من الغلو وهذا حق فإن كل شر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكل نقص وكل ضير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا فتشت عن سببه ونقرت عن مسببه فستجده ولا ريب هو الغلو في أحد الأمور التي كانت سببا للضلال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاء صالح ابن الإمام أحمد لأبيه وقال يا أبي قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو ما معنى قال الغلو في كل شيء نعم أيها الإخوة لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغلو في كل شيء أن نغلو في فعل القلوب أو أن نغلو في ألفاظ اللسان أو أن نغلو في أفعال الجنان وكل هذه الأمور فيها غلو من غلو في اعتقاده فعظم شخصا وأنزله فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها فهو غال وهو ضال السبيل أليست النصارى غلت في عيسى بن مريم وأنزلته منزلة لم ينزله الله عز وجل لها فقالوا إنه ثالث ثلاثة وأنه ابن الله عز وجل فقد ضلوا بذلك ومن شابه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم النصارى من ظلال العباد فإنه ضال ومن شابه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن أوتي علماً اليهود فهو من المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوا كما قال عبد الله بن مبارك من شابه من علمائنا من ظل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى ومن ظل من علمائنا ففيه شبه باليهود لأنه عرف الحق وتركه